تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة صورة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد في قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكاله أفكار المحتوى عشان هيك بدعوكم للاشتراك فيها رمضان صبحي لعب نادي برامتس الحالي لم يكن ضمن حسابات ستوك سيتي أبدا ليتعقدوا معه لكن تخيلوا وقوفه المثير للجدل على الكرة في مباراة القمة ضد الزمالك في السوبر تسبب في انضمامه إلى البرميرلين كيف ذلك؟ هذه قصتنا اليوم من قصة صورة كيف صار كل هذا؟ خلال مباراة الأهلي والزمالك في يوليو عام 2015 بالدوري وقف رمضان صبحي على الكرة لأول مرة حينها بلش الجدل كثير هل هاي مهارة أم تقليل من المنافس؟ شو يعني لما يكون منافس الزمالك مش هاي تعتبر إهانة لتراث الكرة المصرية؟ مش هاي قلة احترام بتستحق العقوبة؟ أسئل كثير طرحوها الطرف الآخر في الزمالك رغم إنه الزمالك كان حاسم لقم الدوري ورمضان كان عمره 17 سنة بس أصبح محور الاهتمام لسببين عشان وقفته على الكرة وعشان موهبته اللي كانت واعدة للغاية لمستويني أنا شخصيا أذكر أحد كشافت المواهب لأحد الشركات الفرنسية قل يبدو لي أنه أفضل موهبة مصرية الأهلي فاز في ذلك اللقاء بهدفي مؤمن زكريا الله يشفيه وفي آخر لحظات المباراة وبالتحديد بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشرط الثاني أشهر الحكم بشكل مفاجئ لطاقة حمراء في وجه مدافع الزمالك حاسم إمام الجميع ما فهم شو اللي صار بس الإعادة أظهرت أنه رمضان لما وقف على الكرة حازم قام بركله مباشرة لأنه شعر بالاستفساز تكرر الأمر في أكتوبر في كأس السوبر المصرية الأهلي متقدم 1-3 وفي الدقيقة 78 رمضان بقرر يعيد الوقفة مرة ثانية هون جميع لاعبي السماء لتستفزوا وتدخلوا عليه بعنف ليتوقف اللعب وتصبح جدل كبير في الملعب بسبب هذه اللحظة جدل كبير في مصر هذا اللعب هل هو يحترم الخصم أم لا رمضان يستحق العقوبة أم لا لكن في إنجلترا كانوا يفكروا بشكل آخر لأنه كيفين إكرويك شانك مدير كشفي فريق ستوك سيتي السابق لما وصلوا هذا الفيديو بيقول كالآتي كنا نفكر نجيب لعبين من أوروبا عشان نخلص من قصة تصريح العمل الصعب في البريمير ليل وكنا نتجنب أفريقيا لأنه دائما فيها عوائق ومفاجآت ما بنعرفها بس لما وصلني فيديو رمضان صبحي بوقف على الكرة حبيت أعمل عنه بحث وفتحت أحد التطبيقات بتستخدمها الأندي في البحث عن المواهب واللاعبين ويسكاوت وجعلت زميليني يشوفوا معي الفيديو رأينا جميعا إنه لعيب فروحنا على المدير التقني لستوك مارك كارترايت واللي قال لا شوفوه أكثر وبكمن رحنا عشان نخلص الموضوع بسرعة لأنه إحنا عادة أي لاعب منهتم فيه بروح نيو كاسل ووست هام بهتموا فيه كمان حبينا نعمل الموضوع بالسر تواصلنا مع اللاعب عن طريق هكتور كوبر مدرب منتخب مصر آنذاك اللي كان بيمتلك نفس وكيل أعمال سيرجيو مولينا لاعب ستوكسيتي الشاب وقتها سافروا الكشفين لمصر وتفاجأوا إنه ما في الجمهور فكيف دم يدخلوا الملعب حاولوا يعملوا إنهم هم أصدقاء مارتينيون اللي كان مدرب للأهلي وقتها ودخلوا على الأهلي وعلى الملعب بالسر المباراة كانت في ملعب برج العرب 87 ألف متفرج بس مش موجود ولا واحد منهم حاولوا دائما يخلوا الموضوع بسرية وتفاجأوا إنه رمضان صبحي ما بتكلم ولا كلمة إنجليزية وقتها وبقول صار عندي قلق لحظتها لما عرفت إنه اللاعب ما بيحكي ولا كلمة ووكيله بس اللي بتكلم وبجاوب عنه وبضيف اتفاجأنا أيضا إنه بيملك مليون متابع على إنستغرام يعني أكثر من نجم الفريق آنذاك شكيري وشفنا له مقابلات تلفزيونية جميعها مشاهداتها قوية وكان ثاني أصغر لاعب دوري مصري على الإطلاق نعم رأينا في الموضوع جانب تسويقي بجانب الفني طبعا رمضان صبحي بسبب هذه اللقطة انتقل للدور الإنجليزي ورغم طبعا عدم توفيقه 100% لكنه استطاع أن يضع 46 مباراة مع ستوكستي سجل خلالها ثلاث أهداف وصنع مثلها بعض الأحيان الاستعراض بيجي بنتيجة جيدة بيلفت الانتباه إلك ولو اختلفنا مع المبالغة فيه دائما إحنا ضد المبالغة بأي شيء بس قصة رمضان بتوضح أنه الاندي ما بتعمل بشكل منطقي علمي مطلق كما يعتقد البعض بعض الأحيان شوية فوضى تلفت انتباهها وبتخليها تشوف قدراتك منوصل هون لنهاية قصة صورة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد اتذكروا دائما اشتركوا بقناة سيلفي سبورت والسلام عليكم ورحمة الله